لنا الفخر في أول حلقاتنا بين برنامجنا بالكويتي يكون معنا الدكتور الشاب الكويتي أحمد نبيل الكل عرف إنجازة العالمي والكل وده كل الدول العالم ترى قاعد يتصارعون على أن يأخذون هذا الإنجاز لكن بالأخير أنت بالكويتي و رح يكون إنجازنا بالكويتي إن شاء الله بساك الله بخير يا رب بساك الله بالنور السرور نمسي على المشاهدين الكرام بكل خير مشكورين على استضافة الله يسلمك أنا سعيد جدا عندما أقابل شباب الكويت و إنجازاتهم العالمية لأنه عندما يقولون الدكتور رحمد نبيل فبالأخير يقولون الكويتي فنحن نسعد جدا إذا تكلمني عن الإنجاز تكلمت عنه بشكل كثير لكن نريد أن نعرف عنه بشيء بسيط للمشاهد الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى أنه وفقني أني أبتكر منظار جراحي الذي يفرق عن المناظير الموجودة اليوم أنه في خاصية التنظيف التلقائي للعدسة و الخاصية الثانية اللي هي المؤشر الذي يقدر الجراح أنه يأشر على أي شيء يصير بالشاشة المشكلة التنظيف للعدسة يمكن أن الناس لا تدرك حجم هذه المشكلة الدراسات تبين أن 37% من مدة كل عملية بالمنظار تكون تحت رؤية غير واضحة لماذا؟ لأن صعوبة التنظيف في المنظار تجعل الجراح يقول لا أنا الآن لا أريد أن نظف لا أريد أن أقطع العملية دعني أكمل لا الآن لا أزلت شايف دعني أكمل مع أن الرؤية لا تكون واضحة 100% وهذا مع الدراسات اكتشفوا أن يسبب أخطاء جراحية أكيد فهذا مشكلة يعني إذا كل عملية 37% منها تحت رؤية غير واضحة هذا يهدد صحة المريض 100% ممكن يسبب مضاعفات 100% فالمشكلة كحجم من ناحية خطورة وسلامة على المريض كبير من ناحية اقتصادية التكلفة التي تكلف لتنظيف المنظار في هذا الوقت الضائع الدقيقة بغرفة العمليات مكلفة جدا من ناحية التكلفة على مستوى العالم بحسب الدراسة التي قمناها يكلف 7 مليار دولار سنويا في كل مستشفيات العالم عمليات المناظير يكلف 7 مليار مال مهدر في التنظيف على العدسة في الوقت الضائع فهي مشكلة كبيرة ما هي مشكلة صغيرة يعني نعم يعني ما شاء الله إنجاز جدا جميل ومثل ما قلت وفرت الجهد والوقت وأيضا المال على الطبيب والمريض طبعا هذا الإنجاز بفضل الله عز وجل يعني ما رأى النور إلا من برنامج نجوم العلوم وانت الآن وصلت إلى النهائيات كلمنا باختصار عنها طبعا أنا كانت عندي فكرة الاختراع من قبل لا أفكر أني أقدم في برنامج نجوم العلوم ممتاز فكرة موجودة من قبل نعم قصة عندك نعم قبل البرنامج بسنتين تقريبا عندي فكرة الاختراع والبحث والنقاش مع الأطباء في المستشفى الأميري ولكن استغلت البرنامج كوسيلة لتحويل هذا الاختراع إلى واقع لأننا هناك بصراحة يمدونك بالدعم المادي بدعم الخبرات يعني نحن عندنا من المهندسين الذين يعملون على الاختراع نفسه وساعدوني لتطوير الاختراع مهندسين من شركات أوروبية عالمية كبيرة وبعض المهندسين مثلا من جنرال إلكتريك يعني شركات ضخمة في تصنيع المعدات الطبية ممتاز فقدرنا نترجم هذا الاختراع من مجرد اختراع أو براءة اختراع إلى واقع ملموس نعم يعني لم تكن تجد رائعي مناسب في الكويت لو لم يكن هذا البرنامج موجود بصراحة ما هي تقصير عندنا للأمانة مركز صباح الأحمد للإبداع والممهبة يعني جزاهم الله خير نعم نعم معي أنا و مع غيري للأمانة تواصلوا معي أول لم يسمعوا عن الاختراع رغم يتصلوا على شخص في بريطانيا عشان يوصلون حق رغمي نعم فجزاهم الله خير ما قصر و قالوا أي شيء أنت محتاجة دقيقة و على أوراق براءة الاختراع التي أنا مقدمها لأمريكا تأكدوا من سلامتها و من صحتها و أنه مناقص شيء و قالوا أي شيء محتاجة سواء في تطوير المشروع أو تسويقه أو تنفيذه نحن معاك للنهاية ممتاز هذا رد جميل لأنك ترى على طول كل ما يصبح شيئي هذا الكويت أي بره و سوى و أنت و خليتوا فأنت رديت على الكلب أن الكويت للحمد كان لها فضل كبير أي من صح للأمانة أنا بالبداية لم أكنت مسرح عن الاختراع لماذا شاركت بالمسابقة و الحمد لله وصلت لليل الآن نصف النهائي في المسابقة لم أكن قبلها لم أكن متكلم و لم أكن مسرح أحد و حتى هناك ناس قراب مني لم أكن قائل لهم نعم عندما أعرف الجهات الرسمية لديك وزارة الشباب لم يقصروا نعم عندك الشركة الوطنية لرعاية المشروعات التكنولوجية لم يقصروا الحمد لله جمعية رعاية المختلعين لم يقصروا معي فالجهات الرسمية فقط دروا الأمانة لكل يتسابق أن يتواصل معي و يرى ما يمكن يقدم للدعم فلم يقصروا و نسعد أيضا طبيب بشري و مهندس كمبيوتر و شاعر و رسام و دشيت عندك في الانستقرام إن شاء الله شفت و شاعر بالي موضل بعدين قرأت الدكتور أحمد نبيل فكلمني عن المجالات المتعددة عندك للأمانة هذه كلمة حق أنا لازم أذكرها أنا من صغري كنت أداوم في برنامج رعاية الموهوبين البرنامج بدأ من جامعة أمريكية في جامعة جونز هوبكنز و اليابوا بالبرنامج الكويت الأستاذ دلال مشعان و الدكتور صالح العنز الذي يدرس في التطبيق أنا مستي عليهم بالخير و أوجه لهم تحية تمرت في هذا البرنامج عشر سنوات من طفولتي إلى نهاية الثانوية كم أمرك كان رابع ابتدائي من رابع ابتدائي بلشت إلى آخر الثانوية تخيل أنني كنت كل يوم أذهب إلى مدرستين مدرسة الصبح المدرسة الحكومية العادية و العصر مدرسة ثانية و كنت ترى أتعب أقول حق الوالد الوالد أنني أنا بس أبي أطلع لم تتعب رياضة لم تتعب حديقة لا أعشى طفولة نفس أتعب الأطفال ولكن البرنامج ذلك هو الذي شكل شخصيتي اليوم أعطاني الثقة بنفسي أنني ممكن أكون مصدر للمعلومة بدل أن أكون فقط مستهلك أنت متفوق أيضا الحمد لله نعم فالبرنامج كان لا فضل كان يعلمنا عن الابتكار و على الإبداع أهم شيء أهم من الابتكار و الإبداع يعطيك الثقة بنفسك أن أنت لا تفرق عن الأجنبي ولا تفرق عن العالم في سنة فلان الذي اكتشف الاكتشاف المعين فهذه الثقة التي غرزت فينا هي خلتني أتجر أقول إيه باتر أنا أسوي اختراع لماذا تفعل اختراع كلام سليم لأن الله عز وجل يقسم الأرزاق كلها فالذكاء موجود فينا كلنا و ليس فئة معينة اليابانيين الألماء جنسية أخرى موجود في الكل و أنت أبدأت فيه الآن كما نحن في النهائيات ما هو وضعك أنا حسيت رأيت أن السعودي كان هناك تنافس بينك و بينك صحيح الآن الذي وصل لنصف النهائي أنا والأخ أخوي محمد الجفيري و أخوي فؤاد من لبنان نعم و الأخ محمد كذلك من جمهورية مصر نعم الآن الأربعة التي وصلنا ما زال هناك تصفيات نعم الأسبوع الجاية بعدها سنكون كلنا في نصف النهائي نعم المنافسة ستكون بين ستة نعم سيصلون النهاية أربعة نعم و بعدها سيصوت الجمهور على الاختراع أو المخترع المفضل نعم لكننا رأينا بينك و بين إذا ذكني باسم المشارك السعودي كان في وسام وسام أخوي وسام صدير علاقتكم حلوة كانت والله وسام يعني الشغل داخل الورشة هناك جدا متعب كنا 12 ساعة كل يوم على مدى شهور تخيل 12 ساعة و أحيانا عندما نرجع حتى بعد 12 ساعة نقعد نكمل أبحاث و شغل وسام كان الذي يلطف الجو ما شاء الله دمه خفيف و فكاهي حتى من كثر الصداق والأخوة التي حصلت بيننا يد فترة من الفترات أنا هديت مشروع و قمت أشتغل معه أحاول أن نخلص المشروع بالوقت كان أخو و كان صديق قبل أن يكون شيء ثاني و أنت مثال ممتاز لكل كويت و نفتخر فيك و كلام جميل قيل عنك في مركز حمد نشوف مع بعض مستمرين معكم و مع الفخر الكويتي دكتور أحمد نبيل يمكن نحن نثري بكلام جميل عنك لأنه حققت شي حلو و بالأخير كويتي يا أخوك نستهلس لما عالم يرفع في كل مكان مشغول أنت أنت دكتور في الأميري و عندك المسابقة الآن و عندك بعد البورد قاعد تتحضر و عندك نفسك و شعرك و ضغط كبير عليك صراحة ضغط كبير يمكن الناس لا تتصور لأي درجة أنا مضغوط حتى المنتجة في البرنامج كلمتني قالت أحمد يمكن أن تبدأ نتيجة النتيجة النهائية تحسس الناس أنه لم يكن تعب كأنه سهل صار الموضوع لكن لم يكن مقدار كبير من التحديات والتعب مثل ما تفضلت أنا داوم مستشفى الأميري الصبح حذر دراسات عليا و شارك بالمسابقة وأيضا أحاول لا أقصر بالسوشال ميديا و غير حياتي الخاصة تماماتك الخاصة بالضبط فكل هذا يشكل تحدي و الآن الموضوع أخذ جانب إعلامي حتى الإعلام يجب إلى وقت يجب إلى تحضير وتجهيز صح ولكن الحمد لله كله توفيق من الله أن الأمور تمشي من التحديات التي أيضا واجهتني و أنا أن أفضل المشروع بيوم الأيام كل ما قمت اخترب بعد شهر قطعت شوط شهر كل ما قمت انهدم ضريت عيد من البداية من الصفر فهذه واحدة من التحديات التي واجهت كل يوم تعمل لمدة شهر و بعدين كل يروح بغير يمكن يحبط خلاص أنا لا أريد بالضبط الحمد لله قدرنا نعيد من البداية أذكر أن أي مشروع أنت تتوي يجب أن يكون فيه مقدار كبير من التوفيق يمكن أن هذه نقطة تذكر و تمر مرور الكرام و لكن هذه الأساس حتى بالأفلام الأجنبية التي يقول الإنجاز أي من الأسرار و المثابرة هناك جزء كبير من التوفيق يمكن بالجانب يسمونه حظ نعم نحن لدينا توفيق نعم إذا الله سبحانه وتعالى لا يكون من حسبتك و معادلتك التي أنت تحطها و جزء كبير من مشروعك يكون لوجه الله سبحانه وتعالى صدقني صعب أن التوفق نعم هذه كلمات جميلة صراحة مثلما ذكرت كلام جميل أيضا و إشادات جميلة عالمية من وزير الصحة السابق في بريطانيا و أيضا من بعض الدول إذا تذكر الكلمات هذه و ماذا أثرت فيك صراحة وزير الصحة البريطاني السابق و هو مكانته و ثقلة علمية و ليس منصب الوزاري و هو ثقلة يعني العطاء العلم الذي يعطاه حق العالم الجراحة ملكة بريطانيا أعطتها رتبة فارس و بعدها بشمسنا أعطتها لقب لورد الذي هو أعلى شيء في المملكة المتحدة لماذا لإنجازاته في مجال الجراحة و الطب ترى عنده 80 براءة اختراع و أكثر من 800 بحث علمي يعني الرجل هام علمية كبيرة كلمة تسعدك أكيد بالضبط كان تحدي أصلا تخيل يقول لك هذا الشخص يقيم اختراعك كان تحدي كبير و كانوا يقولون ليس من السهل أنه يبهر بشيء أو يعجب شيء ولكن الحمد لله من الكلمات التي وصف فيها الاختراع قال هذا عظيم و قال هذه الخاصية عبقرية التي موجودة في الاختراع فالحمد لله يعطي كردد حق الاختراع ذكر طبعا التوفيق و التوفيق طبعا من الله عز وجل لكن لازم في دعوات الوالد الوالدة والأهل و وقفتهم و ياك نشوف هذا التغرير و نرجع كان في التغرير والد و الدكتور أحمد النبيل نوجه له كل تحية و نشكر أيضا على التربية الجميلة والموهوب الدكتور أحمد نبيل نحن ما شاء الله خلاص الوقت بسرعة كانوا أريد أن أرسلوا فيك أكثر لكن إذا لديك كلمات أخيرة أريد أن تقولها أول شيء أنا أحب أشكر أهل الكويت كلهم لأن بصراحة هم الذين شعلوني من البداية و هم الذين وقفوا معي يعني ما تخيلت ردة الفعل الحلوة هذه منهم يعني ما قصروا فعلا الشغلة الثانية اللي ودي أذكرها أن اللي الله وفقني أني أسويه اليوم ما هو إلا شيء صغير من الطاقات الشبابية اللي موجودة عندنا أنا متأكد ومتيقن أن يطلع من عيال الكويت أكثر من اللي سواه أحمد بمليون مرة و إن شاء الله رح نسمع عن إنجازات عالمية من شبابنا و عيالنا بحذيرها آمن إن شاء الله يا رب بالأخير ما توقعاتك على المسابقة نجوم العلوم لكل مجتهد نصيب أنا أقول إن شاء الله أني اجتهست و إن شاء الله نفرح أهل الكويت بلياي أنت فرحتنا الله يسمى أنت فرحنا إن شاء الله يا رب بالإنجاز الكبير و نرى اسمك عالمي و الله وفقك إن شاء الله أجمعين يا رب شكرا لك جدا وجودك معنا الدكتور أحمد نبيل و خلكم معنا بعد الفاصل